بيبدأ مسلسلنا حتى نفسي الأخير بمهر الشرطية اللي بتحاول تمنع واحد قرر يولع في نفسه لأنه ملاقاش سبب يكمل بيه حياته وبتقوله أنه بنتها ماتت وابنها وجوزها سابوها واختها بتتعالج من المخدرات لكن هي لسه عايشة ورغم أنه ما اقتنعش بكلامها إلى أنها عارفت تنقذه بتوصل مهر مركز الشرطة وبتقابل فارزان طلاقها واللي شغال صحفي بيقول لها أن إجدار خرج من السجن بتقول للمفتش أنه خرجه خطره وبكده بنات كتير هتكون ضحياء لكن للأسف ما بيتمش إثبات أي أدلة ضده بتفتكر مهري لما مسكت اللاب بتاع بنتها ولقيتها مسرشة عن كيفية التخلص من الحمل المبكر وقتها بنتها بتوجهها وبتقول لها وهي منهارة بناء حامل ومش مرتاحة وهتموت لما بيزعل فارزانة على سبب انهيار بنته وبيعرف بحملها بترجع للواقع وبتطبع صور لإجدار وبتوزها على الناس عشان توصلوا على البحر بيكون إجدار بيولع نار واستهمسات بالإعجاب من البنات اللي حواليه وعلى بعد كم خطوة منه بتكون هزم مع حبيبها بتوصل هزم للموقع متأخر وهناك بيكون أبوها متضايق جدا منها وبيبقى عايزة تكون مسؤولة لإنها هي اللي هتمسك شغله بغض النظر عن طموحاتها واللي هي حباه بتروح مهري بيت إجدار اللي بتكونه معاشة فيه وبتقول لها أنه ما بيجيش هنا بتتأكد مهري بنفسها وللأسف ما بتلاقيهوش بتوصل مهري للمدرسة وهناك بتاخد حفيتها أموت واللي بتشتكي منه قدرت المدرسة لإنه شخص عنيف جدا وهاجم زميله بالكرسي بترجع البيت وبتعرف إيموش اختها بخروج إجدار وبتكون قلقانة من معرفته بإيموت وأخده صايته وبتمنع أموت من خروج من البيت لوحده نهائي بتكلم هزان صاحبتها جيلين وبتحكي لها عن مقابلتها البراق وبيبدأوا يختاروا فساتين الحفلة سوا في الحفلة بتكون مهري وإيموش وإيموت تمام موجودين بيسيبهم أموت وبيجري وراء القطة واللي بيشوفه وقتها إجدار لكن مهري بتلحقه وبتاخده معاها تنار بيتدايق جدا لما شافش هنجير بيتبرع بمبلغ كبير رغم أنه رفض يزود له المرتب بيسيب الحفلة وبيخرج وهو بره بيشوف المخدرات اللي كانت جوه الزرعة لما كسرها إجدار من غير ما يقصد وبيحاول ينقذ نفسه من إيدهم فبيعرض على شهين يخطفوا هزان كم يوم مقابل مليون ليرة وبيكون سبب كره شهين لجهنجير هي الشركة اللي أبو جهنجير نصب على أبوه فيها وخدها كلها ليه بيكلم فارزان مهري وبيشكرها أنها كانت دايما جنبه بيقولها أنه بيحنلها لحد دلوقتي بتتدايق جوكشة اللي بتكون سمع كل الكلام ده هزان بتدخل على أمها اللي بتكون قاعدة بطاية لأنها تعبانة وهتموت وبتوصيها تخلي بالها من نفسها ومن أبوها في الشركة جهنجير بيوافق على زيادة مرتب تنار وكمان ترقيت لأن سوزان مريضة كانسر ومحتاج يفضلها بيتوتر تنار جدا لأنه في الوقت ده بيكون خطفوا هزان وبيحاول يوصل لشهين عشان يلحقهم لكن شهين بيتجهلوا في اللحظة دي بيقطع خيري وإجدار الطريقة على هزان وبيخطفوها في المدرسة إجدار بيبدأ يرايب أموت بعد ما عرف من أمه إن دايب أبنه وبيشوف مهري وأموت وهم مروحين وبيمشي وراهم لحد ما بيعرف عنوانهم بتقابل مهري فرزان وبتقوله إن إجدار أكيد عرف إن أموت ابنه وبتفتكر بعد موت ميليسة لما كانت بتربي أموت لكن فرزان وإمرة ما كانوش عايزينه وتمسكها بيخلهم يسيبوا لها البيت ويمشوا وبتقوله ينشر صور إجدار في الجرائد عشان اللي يتعرف عليه بلغ عنه بيقولها إنه مش متقبل خسارة بنته ولا أي ذكريات بينهم وبيمسك إيديها لكن جوكشة بتكون موجودة وبتشوفهم بتيجي مكلمة المهري بمكان إجدار من حد شافه وبيكون إجدار هيعتدي على هزان لكن وصول مهري بيوقفه وبيهدد هزان بالقتل لو عملت أي صور بيجي المهري مهمة عجلة بالقبض على تجار مخدرات فتسيب مهري المكان شاهين بيطلب من جهنجير خمسة مليون ليرة قصد بنته وبيحذره من تبليغه للشرطة إجدار بيقلع المسكو وبيبدأ يحكي الهزان عن حبيبته الأولى ميليسا وإنها حبيته أول ما شافته ما بتبقاش نيته خير أبدا لما خير بيرجع لهزان بيلاقي كل حاجة متكسرة وبيتأكد إن إجدار اختصابها بيتخانق معاه وبيضربه على عمله وبيبلغ شاهين يتصرف معاه بترجع مهري لنفس البيت عشان تقبض على إجدار وبتفتكر رجاحها لبيت مع أموت لكن بتلاقي ملسا شنقة نفسها لأنها مستحملش اعتداء إجدار عليها وحملها أموت منه بترجع للواقع وبيكون البيت فاضي لكن بتلاقي توكا واقع على الأرض وبتطلب رفع البصمات ومقارنتها مع بصمات إجدار وبيكون إجدار نقل هزان مكان تاني بيقابل شاهين وبيحاول يدراه وبيقوله إن كلامه هو اللي هيمشي وبيخليه كلم تنار عشان يستعجله في الفلوس بيحاول خير يرواسي هزان لكن لما بتتوسله يسيبها ومش هتبلغ عنه بيسيبها ويمشي بتطلب مهري معلومات عن نمرة العربية اللي شافتها قدام اسم الشرطة واللي بتكون عربية تنار اللي تردد يبلغ شاهين بعد خطفه الهزان بتحاول إمش وفرزان يكلع مهري تروح لإمرة بمناسبة حامل مراته لكن هي ما بتبقاش حبة تروح لإنه قطعها وبعد عنها وده بسبب غيرته من ابنخته تاني يوم بتروح أم الجدار لمهري عشان تشوف أموت لكن مهري بتحاول تطردها وقتها بيخرج أموت وبتحاول تستعطفه وبتوريله الهدوم اللي خيطتها له لكن إمش بتسحبه على جوه وبتقوله أن دي ستة بتدور على حفتها بتطردها مهري وبتقول لها أن اختصاب ابنها لبنتها كان سبب في موتها وأن ملهاش حاجة عندها بتحكي سوزان لمرات تنار أن بنتها مخطوفة وبتصر الشكران أنهم لازم يبلغوا الشرطة لكن تنار بيشاور لها وبيقول لها أنه هو صاحب الفكرة وما ينفعش يبلغوا بيعمل بركه وصحابه حفلة شواء وبتكون قريبة من البيت اللي محبوسة فيها زان بيسمع أصوات جوه وبيكون على وشك يفتح الباب لكن خير بيمنعه وبيقوله أنها ممكن تكون بضاعة وقعت مش أكتر بتتوسلها زان لخير أنه يساعدها تهرب وأنها مش هتبلغ عنه بيتعطف معاها وبيفكها وبيهربها لما بتشوف بركه وهو ماشي بالعربية بتفضل تنادي عليه لكن هو ما بيسمعهاش بيطلعه على الطريق وبيحاولوا يوقفه عربية لكن بيتفاجئ خيري بإني إجدار وصلهم وكتفها مهري بتروح لسوزان بعد ما سمعت من جيلان عن اختطافها وقت ما كانت بتحقق معاهم عن وجود تنار قدام اسم الشرطة واما بتسألها عن هزان بتقولها أنها عند عمتها بتقوم مهري عشان تمشي وبتوقع دبوس الشعر بتاع هزان من جبها بتحاول سوزان تتماسك لما بتتعرف على الدبوس مهري بتاخد بالها وبتسيب لها رقامها بيبعت جهنغير تنار بمليون ليرا لشهين لإنه الوحيد اللي بيسق فيه بعد التحقيقات بتوصل مهري لصاحبة الشقة اللي كان مستخبي فيها إجدار لكن الست بتقول إنها ما تعرفش أي حاجة وما رحتش هناك بقالها فترة بعد ما مهري بتمشي بتكلم جوزها تحذره واللي بيكون شهين سوزان بتكلم مهري وبتقول لها أن هزام مخطوفة بتطمنها وبتقول لها أنهم هيبدأوا في الإجراءات وده بيلهم مهري عن تفتيش بيت شهين في الليل بين الإجدار هزام البيت لما بيعرف أن مهري ممكن ترجع في أي حاجة تنار بيدي لشكران الفلوس اللي خدها من شهين عشان ما يشكش فيه لكن هي بتقولوا إنها مش هتصرف على بنتها فلوس حرام في الوقت ده الشرطة بتيجي عشان تحقق مع تنار في خطف هزان ومهري وإمش وأموت بيروحوا لإمرأ اللي بيكون لسه بيتضايق من وجود أموت بتديله مهري عربية والمفضلة اللي كانت ضايع منه هدية بمناسبة حمل صلحة بيفتكر فارزام لسه بنته وبيكون مهزوز بتحضنه مهري وبتحاول تهون عليه لكن جوكشة لما بتشوفهم بتقول لها تبعد عنه لأن ده بقى جوزها بتشوف السفدة عربية متخطية السرعة بتوقفها وبتطلب تفتشها وبتكون عربية إشدار بيبدأ خير يتوتر لكن إشدار بيوافق وهي بتفتش بيرجع بالعربية بيخبطها وبيهرب وقتها خير بيتعصب وبيقوله إنه مش قاتل ولا مختصب زيه بيطلع إشدار المسدس وبيقتله بتوصل مهري لسفدة متأخرة بعد ما بتقول لها على سلك إنها بتموت وبتحس بالزنب وإنها السبب في موتها لإن هي اللي كانت عايزها تكون شجاعة في مركز الشرطة بتقول بتدي فلاشة المهري وبتقول لها إنها لازم تشوفها وبتلاقي فيها فيديو الملسا وهي ماشية مع إشدار وبيقوم نوديها نفس المكان اللي خاطف هزان فيه بيروح إشدار لأموت المدرسة وبيقوله إنه مش حد غريب والنبوه وبياخده مطعم وبيقوله إن مهري هي السبب في إنه يبعد عن أمه الشرطة بتهبض على شهين وبيعترف على إشدار وإنه مع هزان وبيعترف على تنار بإنه صاحب الخطة بتروح مهري المكان اللي شافته في الفيديو اللي بيكون عبارة عن مصنع قديم وهناك بتلقي هزان لكن بيوصل إشدار وبتتصادم معاه وبتقدر تهرب هي وهزان منه وبيقدر إشدار يهرب من الشرطة بتدخل مهري المستشفى لإنها بتتعرض لكسر وبيكون قومه تقعد مع جوكشة وصلحة وبيقوم عشان يلعب بالعربية والسوق حظه بتدوس صالحة عليها وبتقع على الأرض وبتقهد الجنين جوكشة بتتهم أموت إنه عمل كده عن عامدة عشان غيران من ابن إمرأ بس هو بيقول لفارزان إنه ما كانش يقصد يعمل كده بارك بيحاول يزور هزان لكن هي بتقوله ما يجيش يشوفها تاني ولا يكلمها ولما بتنام بتحلم بإشدار وبيكون بالنسبة لها كابوس بيخليها تسيب البيت وتطلع تتمشى وفي الوقت ده بيكون إمرأ قاعد بيشرب وبفجأة بيشوف هزان وهي بتحاول تنتحر وبيلحق ينقذها بيروح إشدار لأموت المدرسة زي ما وعده وبيقوله إنها يمشي كمان كام يوم لو عايز يشوف يروح له عند الساحل بيقابل إمرأ مهري وبيقول لها على محاولة انتحار هزان بتقابلها مهري وبتحاول تقرب منها وتخليها تتكلم لكن هزان ما بتتكلمش معاها ولا مع جيلان ولا بارك بتتوسل شكراً لسوزان تسيب لها البيت تعيش فيه لكن سوزان ما بتسمع لهاش وبتطردها من البيت بيروح أموت لإشدار المركب بعد ما مهري بتوصله للمدرسة وبياخد اللاسلك بتاع مهري اللي جابهوله وبيصوره عشان يطلع له جواز صفر بترجع مهري المدرسة عشان تاخد أموت وما بتلاقيهول وبتعرف من جان صاحبه إنه عند أبوه في المركب بتبلغ بخطف أموت لما بيعرف فداد بيدي أوامر إنه كل يدور عليه وبينشر فرزان صور إشدار في كل الجرايد إشدار بياخد أموت لفندو يستخبه فيه لحد ما جواز الصفر يخلص لكن أموت بيكون نسي شنطة الفلوس في الأوتوبيس بيتطر إشدار يكلم زينب واللي تعرف عليها في السجن ووعدها يتجوزها بيوصل فداد للي بيجهز لإشدار جواز الصفر وبيبلغ مهري بمكان إشدار لما بيتوصل معاه صاحبة الأوتيل بتتعرف عليه من الأخبار وبتكون على وشك إنها تبلغ لكن إشدار بيحاول يمسكها وقتها بتوصل مهري والشرطة وبيشوفها أموت وهي بتضربه وبيحاول يحمى أبوه من جدته الشريرة زي ما فهمه بيبدأ أموت يكره مهري لأنها ضحكت عليه وقالت له إن أبوه مات وكانت هي السبب في إنه يتحبس فداد بيعزم مهري وأموت وإيموج عنده عشان يحكوا الأموت عن أمه يعرفه كل حاجة كمحاولة منه للتقرب من مهري لما بيبشر شهنجير في إنه يقرق بنته من الحالة اللي هي فيها بيقرر إنه ينقل الشركة بتاعته ويسافر هو سوزان وهزان برة عشان سوزان تتعالج وهزان تنسى اللي حصل أم إشدار بتروح السجن عشان تعرف ليه تسجن وبيقول لها إنه هو اللي خطف البنت وبيسيب لها ورقة مع الحارس عشان توصلها لأموت واللي بيكون مكتوب فيها إنه مش هيتخلى عنه ولا هو كمان يتخلى عن أبوه هزان بتروح المطعم بعد محاولات سوزان في إقناعها إنها تخرج برة البيت وبيكون بيرك وجيلان مستنينها وهي ما تعرفش لما بيحاولوا يتكلموا معها بتتعصب وبيكون إمرة في نفس المكان مع صالحة بيقوم يدفع عنها وده لإنه مشدود لها لكن صالحة بتتدايق من اللي هو عمله لإن دي أول مرة يعمل كده هزان بترجع البيت وبتكون منهارة جدا لإن محدش يعرف اللي هي مرت بيه وبتقول لهم مها إنهم سرقوا منها كل حاجة وبتخليها توعدها ما تعرفش أبوها مهري بتعرف من إدارة المدرسة إنه قموت كان هيحرق المختبر وإنه ما بيصنعش الحد وبتتفق مع ثرزان تقابله عشان يلقوا حل للحوار ده مراد شاهين بتاخد الفلوس اللي مع شكران بحاجة إنها تكون شركتها في كوافير لكن بتتفاجئ شكران لما بتوصلوا وبتلاقي المكان مقفول والناس بيقولوا لها إنها خدت كل حاجة ومشيت زينا بتروح تزور إشدار اللي بيتمسكن لها وبيقول لها إن السبب في إنه يتحبس مهري وإنه بكده مش هيعرف يتجوزها ولا يعيشوا سوا ولا يجيبوا أخ الأموت بتقولوا إنها تنقذوا وتساعدوا ياخد ابنه لن بيستنى إمرأة لحد ما بيرجع البيت وبيكون سكران لإنه هو ومهري اللي دمروا له حياته وكانوا السبب في إنه يتجوز بدري ويغلط الغلطة دي ودلوقتي بيقولوا إنهم هيرجعوا البعض في الوقت ده سلحة بتكون داخلها الأوضة وبتسمعوا وبتحكي الجوكشة عن اللي سمعته بتروح جوكشة للمهري وبتقول لها إن فرزان كان بيكونها معاها من قبل ما يتطلقوا كما حاولة منها إنها تقطع أي حاجة ممكنة بينهم بتقابل مهري فرزان وبتقولوا إنها مش موافقة ترجع له وإنه كان بيخونها وقت ما كانت مشغولة بعلاق بنتها سوزان بتطعب وبتروح المستشفى وبتكون حالتها وحشة وبتطلب إنها تشوف مهري بتروح لها مهري وبتوصيها على هزان لإنها حاسة إنها هتموت وبتموت فعلا وهي بتتكلم مع هزان في المدرسة بتيجي مدرسة جديدة بيحبها أموت وبتكون زينب اللي بتطمن إجدار إنها سكلت جنبه وبقت قريبة منه جدا وهترجعه له قريب مهري بتلاقي إبرة بجهز شنطته مسافر لكن بتقوله إن هي وابوك مش هيرجعوا لبعض وإنه يصطلح مراته لإنهم بيحبوا بعض بتقابل إيموش حبيبها القديم ألبير واللي بيقول لها إنه لسه بيحبها وإنه اختها هي اللي رفضته بيوصلها لبيت وزينب بتشوفهم وبهدر شقتها وبتستكد بمهري وبتدعي إن حد تهجم عليها بتقلق مهري عليها وبتاخدها تبيت معاها بالليل بتقوم زينب بتدخل قطة ميليس وبتقطع صورتها فعزة سوزينب بتوصل شكران وجيلان لكت جهنجير بيطردهم وبيتهمهم بإنهم كانوا السبب في موت مراته وقتها بياخد باله فرزان من فدات وبيحس إن في حاجة بينه هو ومهري في المدرسة زينب بتاخد أموت السجن لابوه اللي بيوعده إنه هيخرج وهيروح معاه مباراته الكرة وبترجع المدرسة قبل ما مهري تروح تاخده لما زينب بتوري مهري الرسمة اللي رسمها أموت لإشدار بتتضايق لإن أبوه ما يستحقش حبه ليه ولما بتعرف إنه راح له السجن بتشتكي للمديرة إنهم معرفوش ياخدوا بالهم من حفيدها بتحاول هزان تقنع أبوها يرجع لبيت له شكران وجيلان لكن هو بيرفض وبيجهز لهم برق بيت المزرعة بتاعته وبيعيشوا فيه جهنجير بيتفهق مع واحد من السجن إنه يقتل إشدار لكن للأسف تنار بيلحقه وهو بواحد تاني وبيحميه جهنجير بيكلم إموش عشان تساعده فإنهم يتخلصوا من هدوم سوزان بتسرق قموش عقد من الدرجة وبيشوفها لكن ما بيعلقش واللي بتكون مقررة تيديه لألبير اللي هددها بختها لو ما جابتلوش فلوس فارزان بيتابع تحركات فدايت كلها عشان يثبت لمهري إنه مش كويس ولما بيشوفه بيسلم بضاعة بيكلم مهري عشان تروح له وتليفونه بيفصل لما بتقلق مهري بتروح عشان تشوفه بس فدايت بيخبطها على دماغها وبيغم عليها لكن بيتفاجئ دماغ حبيبته اللي مغرم بيها